تسعى حكومة مملكة البحرين للتحفيز على التمييز والزيادة الانتاجية وتحسين الأداء في الأجهزة الحكومية وينعكس هذا السعي على كافة القرارات والتوجيهات التي تصب في صالح منظومة العمل الحكومي في هذا السياق وجه سمو نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله إلى زيادة مكافأة الموظف المتميز لتكون بقيمة 3000 دينار كما وافق المجلس برئاسته حفظه الله على مذكرة مجلس الخدمة المدنية بإعادة هيكلة عدد من الوزرات والجهات الحكومية يقوم الارتقاء بمخرجات العمل الحكومي على ترسيخ مبادئ الاستدامة والتنفسية والعدالة ومن هنا جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل لوائح وأنظمة الخدمة المدنية والتي وجه فيها نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله إلى زيادة مكافأة الموظف المتميز لتكون بقيمة 3000 دينار في تأكيد على حرص الحكومة على تنمية الموارد البشرية وتحفيزها لتحقيق الإنجازات وزيادة الإنتاجية في الأجهزة الحكومية تنمية مخرجات العمل الحكومي وتحفيز الموظفين تترافغ مع تحسين الأداء وزيادة الكفاءة للجهاز الحكومي ككل لذلك تأتي عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في صلب العمليات التطويرية الشاملة للقطاع الحكومي وخما أثبته موافقة مجلس الوزراء على مذكرة إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة يحرص مجلس الخدمة المدنية على تنفيذ السياسات الحكومية بشأن العمل الحكومي من ناحية تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الإنتاج في المؤسسات لضمان السلاسة في عمل المؤسسات الحكومية وبالتالي تجهيد مخرجات العمل الحكومي بما يتوافق مع رؤية سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة